فلله كل الحمد والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما هذا معنى الحمد الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما والله عز وجل يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته فيوصف بالحمد لما له من كمال الصفات ولما له من جزيل الإنعام وليس الحمد هو الثناء بل الحمد كما تقدم وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما أما الثناء فالثناء هو تكرار أوصاف الحمد وليس هو الحمد ولهذا الذي يعرف الحمد بأنه هو الثناء على الله تعالى بالجميل الاختيار ونحو ذلك هذا التعريف قاصر وفيه نظر بل يقال إن الثناء هو تكرار أوصاف الحمد ويدل على أن الحمد غير الثناء أولا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي ففرق بين الحمد والثناء ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم حينما يذكرون عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يحصل أمر قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا أو فقام في الناس فحمد الله وأثنى عليه والعطف يقتضي المغايرة وثالثا أن الثناء من الثني وهو الرجوع فإذا لم يتقدم الكلام أوصاف لم يكن هناك ثناء فعلى هذا الحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما والثناء هو تكرار أوصاف الحمد ترجمة نانسي قنقر